يعني أثار سؤالين مهمين أحمد شايف أن مشكلة زي ما قالها شهاب مشكلة في اللعب في خط وسط النادي الأهلي ولا كابتن أيمن رمادي سيريميكا كيلوباترا قارت الجيم بشكل أفضل من مارس الكولر وآيمن رمادي استطاع أنه هو يلعب على النادي الأهلي بمعنى آخر هل المشكلة كانت ضعف النادي الأهلي ولا قوة سيريميكا كيلوباترا الاثنين يمكن أنا بشوف أن سيريميكا كيلوباترا يعني زمانهم أعتقد وقتها كانوا بيأنبوا نفسهم جدا ليه؟ لأنها كانت فرصة كبيرة جدا بالنسبة لهم أنه يخلص الجيم وهو المشكلة سيريميكا لو نستعرض طيب خلينا ومش هتجيله فرصة كمان يا جوار أنه يلعب الأهلي بالسوق ده دي حقيقة الأهلي عمره ما كان هيبه بالسوق ده خلينا نتكلم ليه الأهلي كان سايق الأهلي كان عنده مشكلتين لو نعرض الحالة بتاعتها وهي فكرة وسط الملعب اللي كان متاخد من نادي الأهلي هنستعرض الحالات بس احنا فيها عندنا حاجات كتيرة جدا نازل نخلصها قبل من نستعرض الحالات السؤال الأخر يعني انت قلت دلوقتي الاثنين قوة سيريميكا كيلوباترا قبل قوة سيريميكا كيلوباترا مش تقلينا من سيريميكا لأن السبب أن الأهلي ضعيف سيريميكا هو والهدف خل سيريميكا يتحرر وكابتال آمن رمادي أنا بشوف في رأيي انتقال صدق جولة ليه بيراميدز طبعا قوة ضاربة وأنا في رأيي هو أفضل جناح مع محمد إبراهيم طبعا بس في نفس الوقت هو عوض بلعيبة من بيراميدز هتفيده كتير جدا السؤال الآخر احنا دائما وأبدا كنا منقول وخاصة في الفترة الأخيرة أن النادي الأهلي الدكة بتاعته قوية احنا دلوقتي أمام مشكلة أزمة كرسة خلاص في نادي الأهلي أن معنى كده أن الدكة بتاعت نادي الأهلي ضعيفة لا هي الدكة مش ضعيفة أمال مارسل كولر أنا وجهة نظري أنه فيه شوية تشبع قروي ما بين اللعيبة ومارسل كولر هي علاقة الاتنين الرجبين على بعض بمعنى أن كولر محتاج يغير نمط ورثن فرقة النادي الأهلي وشفناها دي كتير جدا مع المديرين الفنين اللي بيعودوا أكتر من كذا سيزن فتقدر أن أنت تغير بعض الأفكار جوة الجيم وإنت بتلعب وبتشتغل ما ينفعش أن أنت نمطق يبقى واحد لأن مع الوقت هتتحفظ من المنافسين دلوقتي كمان في علم الكورة وحالين الأداء والمدربين اللي موجودين فأنت خلاص أنت شوية بتبقى مقري بلغة الكورة يعني للمنافس ففي رأيي أن الراجل محتاج يغير ده طيب هتيجي تقول لي الدكة بتاعت النادي الأهلي لا النادي الأهلي عنده عمق في التشكيل دبث في السكواد واضح جدا لكن اختيارك لبعض اللعيبة التعنت في الاختيارات أنك بتتأخر في التغيير جوة الجيم ده شوية ممكن يبقى هو ده اللي بيظهر الصورة اللي الناس شايفاها على فرقة النادي الأهلي بمعنى يعني خلينا نكلم بيقولك النادي الأهلي عنده مشكلة في نص الملعب يعني لما عندي مروان عطي عمر السلي أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا إمام عشور أفشا أفشا كل اللعيبة دي أكرم توفيق وتقولين إن الأهلي عنده مشكلة هديك بقى مثل تقولون الزمالك عنده إيه الزمالك انت بتتكلم على دونجا مش موجود مصاب وهو الوحيد اللي موجود انت بتتكلم على زياد كمال ده كان أصلا نادي الزمالك بيفكر أنه يبقى مخليهش موجود فأنا هنا أنا مش مكرمة من أهلي وزمالك كل نادي عنده الحتة بتاعته بس أنا بتكلم إن الكلام اللي بيتقال إن النادي الأهلي السكواد بتاعه ضعيف لا السكواد بتاعه قوي جدا فيه فرق فيه فرق أنا دايما وحتى آخر مرة كنت مع كريم رمزي قلت الجملة دي فيه فرق في الانتقالات لما تيجي تعمل أبجريد وإن أنت تخش تعمل تدعيم لبعض المراكز بمعنى إن أنا عندي مثلا مثلا النادي الأهلي عنده بتتكلم في 11 لعيب الأساسيين أو الـ 12-13 لعيب لستارتنج ليلام مميزين جدا لكن الدكة مع بعض المراكز ممكن أعمل لها تدعيم يعني أعمل لها متأسبة أعمل لها تدعيم أعمل لها أبجريد يعني مثلا بمعنى إيه أبجريد أنا مش هينفع أقول أسماء بس خليلي أقول لحد بمعنى إيه كوي يعني مش تدعيم يعني تطوير في أداء يعني اللعيب أبجريد يعني بعلى أنا معي مثلا لعيب إكس لا أنا هجيب لعيب أحسن من الإكس ده يبقى لإحتياطي يبقى هو لإحتياطي لكن مش معنى كده إن الأهلي يعني الأهلي هي واضحة للعيان الأهلي محتاج فروت بس أنت عندك أسام أبو علي وهو راجل مكسر الداني يبقى أنا أجيب بروفايل مثلا أعلى من كهرباء لو هنقول أسماء أجيب بروفايل أدور على بروفايل سواء أجنابي أو مصري يبقى أعلى من مين من كهرباء علشان يكون احتياطي لو سامة أبو علي هو مش احتياطي مدورة بالزبط كده بتشارك في كم بطلات كبيرة إنت بتلعب دلوقتي الأهلي هيلعب أفريقيا هيلعب كاس هيلعب انتر كونتر وبعد كده هيروح على كاس العالم شهر 25 الكبير فلأ إنت عندك كم بطلات ما ينفعش خش بفرود واحد لكن أنا عندي على مستوى الأجنحة أنا عندي حسين الشحات عندي ريدا سليم عندي طاهر طاهر عندي بيرسيتا بقى إنا مدة مش منشوف ده صفقة لوحده فأنا هنا انت ريدا سليم لا 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 أنا قصدي هو إصابة ولا أه كان إصابة ورجع والرجل خلاص جاهز هو جاهز بقى جاهز أه جاهز حسين الشحات بيرسيتا أو خلاص حافظين مكانهم أو يعني هي دي بقى الفكرة اللعيبة دي وهي بالفورم انت دروب وينتا دلوقتي في الترانسفير ويندو أو معاهد بالانتقلات فعشان كده ستراجات الناس كلها بتتكلم ان لا الأهل محتاج لا الأهل مش محتاج لعيبة وأي حد يقول ان الأهل محتاج لعيبة لا يبقى نقص يبقى نخلص من الموضوع ده ان مشكلة في ان مارس الكولر ذات نفسه عايز يغير من الأداء مشكلة مش مشكلة لعيبة يغير من طريقته هو يغير من عنده هو يغير من من قناعاته في بعض الأسماء يدي فرصة لبعض الأسماء ويجدد دوافع للعيبة من الدلقاء